اكد معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله الخليفة رئيس المجلس الاعلى للصحة استمرار مشروع الجينوم الوطني في تحقيق اهدافه الرمية لجمع وتحليل البيانات الجينية محليا نعم وذلك من اجل تأسيس قاعدة بيانات وطنية شاملة تسهم في تعزيز الخطط العلاجية والوقائية جاء ذلك خلال زيارة قام بها معاليه الى مركز الجينوم الوطني بحضور سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة لتفعيل وتدشين احد احدث الاجهزة لغرض التسلسل الجيني البشري في مركز الجينوم الوطنية من جنبها قالت وزيرة الصحة ان تفعيل استخدام هذا الجهاز لاول مرة في المنطقة لغرض فحص الجينوم البشري يأتي ضمن الجهود المبذولة لمواكبة اخر الابحاث العلمية والتكنولوجية لدعم جودة الخدمات الصحية حرصا من مملكة البحرين على مواصلة تطوير الخدمات العلاجية والتشخيصية بما يواكب اخر التطورات الطبية العالمية ويعود بالنفع على صحة جميع افراد المجتمع اشتركوا في القناة